اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم زقلة فنية حلقة النهاردة عن نجم بصراحة انا بحبه جدا محمد حماقي نجم انا بصراحة بحبه جدا وبحب اغانيه لانه مختلف جدا عن بقية المطربين بتوع جيله لانه بيهتم جدا بالمزيكة وبيهتم جدا بالكلمات هو ما بيهتمش بالكلمات قوي يعني فيه كلمات بتقع منه شوية بس المهم انا بحب محمد حماقي جدا بس تعالى نفتكر حماقي ابتدى ازاي محمد حماقي ابتدى كان شاب قلبوس شوية كده وكان بيغني اغاني كده غريبة كان ليه فيديو منتشر جامد جدا على السوشيال ميديا بيغني فيه اغنية بتالي العدوية او حاجة كده مصصح نبيل؟ عدوية صحا اه وكان ماسك سجارة كده وحاجات غريبة بعد كده ابتدى محمد حماقي يهتم بنفسه شوية وبصحته وبليقته لحد ما بقى حماقي اللي احنا نعرفه وعمل اول اغنية سنجل لي اللي هي يا انا يا انت طبعا الاغنية دي قصرت الدنيا وكانت عملت نجاح كبير جدا بصراحة وعمري منسل الفيسبال اللي كان سايقها ولا 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 الحاجات دي كلها يعني استوقفتني بعض الاغاني من مسيرة محمد حماقي يعني مثلا انا بعض اتخيل كده اغنية زي مثلا هتقولي كاني تقولي ماني تلومه تاني ولا كنت يوم ودني مش فاهم فيه ايه حماقي انا حاس ان الاعدة دي كانت قاعدة قاعدة حلوة ريئة فيها قاعدة كده لطيفة وايمن باجل طمر كان قاعد قالك بقولك يا حماقي هيقولو كاني يقولو ماني يقولو ماني يقولو موتاني ولا كنت يوم ودني الله عليك يا ايمن طب امتى وفين وازاي انا ناسي ايه؟ يعني انت سوحتني في ثلاث اسئلة وجودية طب امتى وفين وازاي وجايت قولي انا ناسي وعاكايت قولي بس انا عمري ما كدب احساسي يا حماقي انما في الالبوم الجديد بصراحة حماقي عمل طفرة فبقالها كتير اوه ما حصلتش انه عمل لعشرين اغنية بس في حاجة بقى استوقفتني ما لك يا حماقي في ايه؟ انت ايه الحب ده؟ طب الناس اللي تسنجل هيعملو ايه في حياته؟ الناس اللي لسا مفركشين وكانوا مستنيني الالبوم بتاعك عضو عياته هيعملو ايه؟ بالله عليك يعني نساعد الناس دي شوي مفيش ولا اغنية حزينة يا اخي في الالبوم بس بصراحة اكتر حاجة انا بحبها في محمد حماقي او احترمتها جدا بيد عن اي سف ولا هزار ولا اي حاجة علاقته بمراته يعني محمد حماقي ليه علاقة ممتازة جدا مع امراته من بعد حتى ما انفصلوا وحصلت المشاكل ما بينهم واجراءات الطلاق والحاجات دي كلها محمد حماقي فعلا 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 ابن اصول وراجل فعلا راجل محترم جدا وكفايا ان هو عمل الاغنية بتاعت مبلاش واهدهالها وهما كانوا ساعتها منفصلين ودي كانت سبب رئيسي جدا فرجوهم بس بالله عليك يا حماقي يعني ايه؟ ابقى اعمل حساب ان الحياة مش كلها حب يعني حسسنا كده ان فيه عياط على القل ان لايه حاجة نسمعها هنروح لمين بقى؟ هنستنى تامر عشور ترجمة نانسي قنقر